من أجل هذا أحبائي انتبه لأنه في حرب شرسة وأنه فعلا زي الأسد اللي بينقض على قطيع من البقر الوحش حتى يفصل مثلا البقرة الصغيرة عن العائلة الكبيرة لكي يتفرد أو يستفرد بهذه الفريسة بدون مقاومة هكذا الشخص الغير حذر اللي بروح إلى أماكن خليعة اللي بساير بحياته الروحية اللي يعني عايش حياة غير مستقيمة عنده خطية غير معترف فيها أو كما يقول الكتاب توجد خطية رابضة عند الباب ولاك اشتياقها فإذا في اشتياق لهذه الخطية فتيجي الفرصة وإبليس بيرمي الطعم في نقطة الضعف الموجودة في حياتك عندها تستسلم لهذه الخطية وهذه الخطية تنتج موتا وطبعا تقود الإنسان إلى حياة الدمار وإلى حياة الهلاك